اهلا ممكن اشرح لي رسميا بعد تصرحات الحكومة اليوم شاهد ست وصورة زيادة لواتب الموظفين والمعاشات في فبراير وتغيير حكومي شامل خلال ايام وابرز المرشحين لتولي المنصب وتثبيت سعر البنزين خلال ايام تعالوا بينا نشوف التفاصيل النهاردة على قناتنا قناة اشرح لي هنستعرض مع بعض زيادة المرتبات وكذلك المعاشات واللي هتكون في شهر فبراير القادم ان شاء الله هتكون ان شاء الله قبل شهر رمضان بمشيئة الله وابرز المتطلبات الاعلامية بتغيير حكومي وفرز تحققه وابرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الجديد بدأت تطلعات الناس لحياة افضل من الحياة الاقتصادية التي عاشوها واللي عانوا منها من مشاكل كتير جدا تحت سمع وبصر ومرأة من الحكومة الحالية اللي ان شاء الله هيتم تغييرها كليا وجازين الايام القادمة تحت سمع وبصر الحكومة اللي شافت ان الناس بتعاني وسكتت اللي شافت ان المتطلبات الضرورية والاكل والشرب الضروري عشان بس الناس تقدر تعيش شافوا الكلام ده كله وهو بيرتفع وهو بيتباع بأضعاف أضعاف سعره وياريت الكلام ده نتيجة أزمة فعلية ولكن للأسف كانت أزمة مفتعلة كانت أزمة بسبب الجشعين بسبب الفساد اللي تم الاعلان عنه احنا ما بتجيبش كلام من عندنا الفساد ده تم الاعلان عنه وتقال ان مستشار وزير التموين تم القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية من مكتبه مكتبه ده اللي ملاصق لمكتب وزير التموين واللي سيادته كما أعلن في الميديا ان سيادته وزير التموين هو اللي راح جاب المستشار ده من سبع سنين وانتدبه عشان يمسك أهم ملف أهم ملف في البلد وهو ملف الأكل والشرب ملف الأكل والشرب اللي اتفعت أسعاره إلى أضعاف 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 أسعارها اللي ما شفناش في يوم الأيام زي سلعة زي السكر يصل تمنها لستين وسبعين وتمانين جنيه ما شفناش زي سلعة زي مثلا البصل يصل تمنه في يوم الأيام لاربعين وخمسين وستين جنيه والبطاطس تلاتين واربعين واللي واللي والفراخ واللحمة وغيره 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 وما شفناش الكلام ده كله خالص إلا الأيام دي وما شفناش الحاجات دي في زي ما قلنا في على مرأة ومسمع وبصر من الحكومة الحالية حكومة دكتور مصطفى مدبولي واللي يعني يتداول الآن وده مطلب أصبح مطلب شعبي وجماهيري بإقالة الحكومة دي واستقدام حكومة كفاءات اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة لإدارة المرحلة القادمة عشان يا جماعة نحاول نصلح من أفسدته تلك الحكومة هذه الحكومة التي شافت وسمعت ويعني عاشت معاناة الناس في ظل أزمات كتيرة حروب وأمراض وغيره والدنيا مرتفعة مش بسبب الكلام ده كليتا ولكن بسبب الإهمال والفساد وعدم السيطرة على حاجات كتير هل نتكلم برضو عن زيادة المرتبات والمعاشات اللي ان شاء الله هتعرفوها من خلال الفيديو هكون ان شاء الله في شهر فبراير ان شاء الله قبل دخول شهر رمضان كل سنة وحضراتكم بخير زي ما قلنا ان تطلعات الناس كانت بدأت في بداية العام الجديد الفين واربعة وعشرين ان هي تاخد مجرى تاني ان الناس متطلعة لا ترتاح شوية ان هي فيه دوت ينتهي يعني بقالنا كتير جدا وخدنا وعود كتير جدا ان ده عملية مؤقتة وان ان شاء الله هيتم السيطرة على الاسعار وان شاء الله هيتم السيطرة على التدخم ان شاء الله وعود كتير وكلمة ان شاء الله بتتكرر خمسين الف مرة في اليوم ولا العود بتنفذ ولا الاسعار بتنزل ولا الدنيا بتلاها بال بالعكس الحاجة كل يوم في زيادة اكتر من اليوم اللي قبليها الحكومة اعترفت وطبعا ما تدرش تنكر ولا تقدر تقول ده الناس بتهول اعترفت ان فيه ازمة حقيقية طب خير ماشي تمام زي الفل عملتوا ايه بقى في الازمة الحقيقية دي انت وتعترفوا ان فيه ازمة حقيقية عملتوا ايه بقى فيها حضراتكم رئيس الوزراء طلع النهاردة وقال ان الازمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة ونعمل على الحل للنهار لتجاوزها برافو عليك دكتور مصطفى انك بتعمل انت وحكومتك على الحل لتجاوز الازمات الاقتصادية بس يعني الكلام ده هل انتوا بدأتوا تعملوا فعلا لما تردد عن تغيير الحكومة لما تردد عن المفروض ان تبقى فيه حكومة يعني عندها حلول اكتر من اللي موجودة ولا الكلام ده بتعملوا من زمان ولما كنت بتعملوا من زمان ايه اللي عملتوه هل في حاجة تحلت هل في حاجة رخصة ولا زي ما بنقول الكلام ده استجد لما عرفته ان فيه اقويل عن تغييركم كلكم وبالمناسبة الناس واحنا كلنا عايزين نغيركم كلكم مش عايزين يعني تعديل آآ بسيط لا عايزين تغيير جزري بدءا من رأس الحكومة من رئيس الوزراء ومرورا بكافة الوزراء الموجودين كل الوزراء الموجودين انا شايف ان هم المرحلة القادمة في ظل تجديد رئاسة الرئيس الفتاح السيسي لا يصلحوا لمرحلة القادمة لازم نجيب دم جديد لازم نجيب ناس آآ يعني ناس اقتصاديين وماليين يودينوا المصلحة القادمة الفترة القادمة سواء بالنسبة للازمات الاقتصادية سواء بالنسبة لازمة الدولار سواء بالنسبة لازمات كتير محتاجين حد متخصص ورئيس حكومة متخصص عشان يحل الأزامات لو عايزين نحن نحلها ومصادرنا بتقول ان في مصدر حكومي رفيع المستوى كشف ان في زيادة يعني مقبلة وخلاص يعني تعتبر يعني بيتجهز لها من ليه زيادة رواتب الموظفين والمعاشات قبل بداية شهر مارس وذلك من خلال علاوات دورية واستثنائية وذلك من خلال توجيه رئيس الجمهورية للحكومة تعالوا بينا نشوف تقرير مهم جدا جدا لجميع المواطنين وللموظفين خصوصا واصحاب المعاشات برضو خصوصا والتقرير ده حيوضح يا جماعة قيمة الزيادة وهيوضح كمان التعديل او التغيير الوزاري وبنقول مش عايزين تعديل عايزين تغيير جزري ومين هو الشخصية المقترحة لتولي منصب رئيس الحكومة الجديد ويا رب يكون حد فعلا من الناس بتتكلم في صالحهم حد فعلا من الناس اللي فعلا تدير المرحلة القادمة ما يكونش واحد وخلاص يعني زي ما بيقوله يعني ما يعني ما يبقاش فيه اي يعني يعني تغيير ما بينه او اي فرق ما بينه وبين رئيس الحكومة الحالي ولا نغيق ولا نحل ولا نعمل ودينا نتيجة زي ما هي يعني تكون في حد من التلات اربع شخصيات اللي احنا قلناهم قبل كده في فيديوهاتنا و يعني ربنا ان شاء الله يكرم تعالوا نشوف التقرير ده بيقول ايه وخلي بالكو تقريب ده مهم جدا والفيديو ده مهم جدا ارجو انكم تسمعوه تعالوا بينا النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال من العاصمة الادارية الجديدة ان الازمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة وان الحكومة بتعمل ليل نهار على ايجاد حلول لها عشان تتجاوزها في الفترة اللي جاية ولكن بعد ايام من مجد التفاؤل دي في بداية السنة اغلب الناس اتصدمت بارتفاعات في الاسعار بدأت بتذاكر المترو ثم ارتفاع اصعار شرائح استهلاك الكهرباء وارتفاع اصعار كروت الشحن وارتفاع اصعار بقات الانترنت الارضي وانترنت الموبايل موجة الغضب دي عبر عنها كثير من الاعلاميين ابرزهم الاعلامية لميسي الحديدي مجد الجلاد مصطفى بكري عضو مجلس النواب خالد او بكر قالوا لابد من تغيير الحكومة خلال الفترة المقبلة عايزين وجوه اقتصادية عندها كفاءة انها تقدر تقود المرحلة المقبلة بطريقة افضل هذه المرحلة ليست مرحلة الايدي المرتعشة عايزين قيادات تقدر تاخد قرارات القرارات دي تقدر تواجه المشكلة وتقدر توجد حلول لها على ارض الواقع احنا مش عايزين ننطلق احنا عايزين فقط مجرد البداية الناس تحس فيه تحسن في مستوى معاشيتهم يقدروا يواجهوا غلاء الاسعار المستمر اذا حسب الهيئة الوطنية للانتخابات اعداد المصريين في المشاركة فاقت كل الاستفتاءات الدستورية قبل كده في انتخابات الرئاسة الناس نزلت باعداد كبيرة الناس عايزة تتطلع لمستوى حياة افضل اقتصاديا الناس كانت متفائلة ولكن سرعان ما زال هذا التفاؤل مع بداية السنة بارتفاعات في الاسعار كبيرة من المترو لشرائح الكهرباء لأسعار الانترنت والبقات زي ما احنا قلنا المواطن دايما هو اللي بيتحمل مرفق زي مترو الأنفاء الأسعار زادت أصل التكلفة أصبحت عالية والمرفق مش هيقدر يجيب إرادات إنها تستحمل إنه يشتغل الفترة اللي جاية فهنزود على المواطن أسعار الكهرباء هتزيد علشان التشغيل بيستلزم موارد أعلى فلازم نزود على المواطن وهكذا شركات الموبايل شركات المحمول زود على المواطن بدل ما يحسنوا الخدمات السيئة والشبكات اللي بقيتش مصبوطة ومنضبطة في أماكن كتير جدا لا زود على المواطن إذن كل الأمور بتصب في الآخر إن المواطن هو اللي بيستحمل هو اللي بيشيل التكلفة في الآخر يبقى إذن عندنا فيه أعباء معيشية كبيرة أصبحت موجودة على المواطن اتكلمنا عن الجانب السلبي طيب فيه جانب إيجابي آه فيه مصدر حكومي رفيع المستوى قال إن خلال الفترة المقبلة هيبقى فيه زيادة في الرواتب رواتب أصحاب المعاشات ورواتب موظفي الدولة هتكون قبل شهر مارس المقبل مش بس كده المصدر الحكومي رفيع المستوى ده قال إن من المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة رواتب أصحاب المعاشات بدءا أو آخر فبراير المقبل أو الأسبوع الأول على أقصى تقديم من شهر مارس المقبل قبل شهر رمضان اللي هيبدأ فلكيا يوم 11 مارس 2024 مش بس كده المصدر الحكومي رفيع المستوى ده قال إن من المقرر أو الحكومة قد تتجه في الفترة اللي جاية إنها تاخد قرارات صعبة علشان تقلل حجم الخسائر وحجم زيادة الدعم اللي تمت خلال استنتين اللي فاتوا نتيجة الأزمات العالمية وأبرزها زي ما احنا عارفين الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم اللي زادت في الفترة الأخيرة على مختلف دول العالم وقال إن تصريح مهم جدا إن الحكومة قد تتجه في شهر يناير الجاري إلى تسبيت أسعار البنزين هتثبت الحكومة في لجنة تسعير للمواد البترولية بتجتمع كل ثلاث شهور عشان تحدد سعر البنزين أو المواد البترولية هتزيد هتقل هيثبتوها وده بيتم وفقا لأسعار النفط العالمية طب المصدر الحكومي قال إن الحكومة ممكن تثبت سعر البنزين في شهر يناير بناء على إيه؟ قال إن أسعار النفط بتتجه للمستمرة في الانخفاض نتيجة وجود خلافات دبت بين أعضاء منظمة أوبك العالمية نبقى إذن عندنا أمرين إيجابيين. الأمر الإيجابي الأول عشان الناس تواجه الأعباء المعيشية والارتفاعات في الأسعار المبالغ فيها والمستمرة وإن الحكومة مش عارفة تواجهها بالمناسبة الحكومة دايما تقول إن احتكار الأسعار هو السبب. فيه تجار جاشعين استغلوا الأزمة عملوا على طاعت إيش السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار جهاز حماية المستهلك بيناشد المواطنين أي حد بيشوف حد بيغلي بيحجب السلعة يبلغ فورا بينزلوا على أرض الواقع وتحصل حملات ويومين تلاتة الموضوع يتنسي وما زالت الأسعار مرتفعة وما زال الغلاء مستمرة يبقى إذن عندنا أمرين إيجابيين الأمر الإيجابي الأول بيتمثل في إن الدولة هتزود المرتبات سواء للموظفين أو لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان المقبل. الأمر الإيجابي التاني. اللي قال عليه المصدر الحكومي رفيع المستوى إن هيتم تسبيت أسعار. الحكومة بتتجه لتسبيت أسعار البنزين خلال شهر يناير الجاري بسبب إن انخفاضات النفط مستمرة بسبب وجود خلافات دبت بين أعضاء منظمة أوبك العالمية طيب الوجوء الإعلامية أو أبرز الوجوء الإعلامية اللي طلبت بتغيير حكومي خلال الفترة المقبلة وإن احنا عايزين كفاءات اقتصادية تقود المرحلة المقبلة بطريقة أفضل. علشان نواجد كل هذه الأعباء. المصدر الحكومي اللي معانا رفيع المستوى ألمح إن فيه فرص بترتفع. لمحمود محي الدين الخبير الاقتصادي المعروف. النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 20-30 وإن هو يأتي خلفا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الرزراء الحالي. يبقى الدولة بتعمل على مواجهة كل الأعباء اللي موجودة وفيه رؤى اترحت وفيه مناشداد وفيه مطالبات إنه تيجي وجوه اقتصادية عندها كفاءة تقدر تقود المرحلة اللي جاية عشان تتواكب مع تطلعات المصريين إنهم عايزين حياة أفضل خلال الفترة المقبلة وفيه ترشيحات وفيه فرص بتسداد لخبير اقتصادي معروف زي ما قلنا اللي هو محمود موحي الدين وزير محمود موحي الدين خلال الفترة المقبلة أن يتولى رئاسة الحكومة. محمود موحي الدين هو النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 20-30 المواطن لا يعني إذا كانت الأمور السياسية راحة في اتجاه كذا أو في اتجاه كذا هو كل اللي عايزه عايزه إيش حياة كريمة يقدر يوفي بالتزاماته والأسرية يقدر يصرف على عياله ويأكلهم كويس. إذن كل اللي مطلوب في الفترة المقبلة عايزين حكومة اقتصادية كفاءات اقتصادية تقدر تقود المرحلة تقدر تخفف من الأعباء المعيشية على المواطن بحيث أن هو يقدر يوفي بكل متطلباته الأسرية ومتطلباته الشخصية. مش معقول مرفق زي مرفق مترو الأنفاء المواطن التسكرة وصلت أعلى تسكرة الخمستاشر جنيه. لو رايح شغله جاي يومياً هيركب مرتين رايح جاي تلاتين جنيه هيفطر سندويتش فوله لو سندويتش طعمية سندويتشين هيتكلفوله مش أقل من عشرين جنيه. دخلنا في خمسين جنيه هيركب موصلتين تلاتة دخليتين عشرين تلاتين جنيه كمان. غير المطلوب منه في البيت مصاريف أولاد أمور تانية معيشية كتير دروس موامع إلى ذلك. المواطن بيشتغل أصلاً بكام مية جنيه في اليوم لما كل هذه الأعباء ترتفع على كاهل المواطن. إذن المطلوب واللي قاله المصدر الحكومي رفيع المستوى أن خلال الفترة المقبلة الحكومة أو الرئيس هيوجه الحكومة بأنها ترفع مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات بس إحنا بنطالب الحكومة في الفترة المقبلة إحنا عندنا زي جهاز التعبئة والإحصاب يقول موجود حوالي تمانية وعشرين مليون فرد بيعملوا في الدولة موظفين أياً كان بقى قطاع خاص أو حكومة الحكومة غالباً اللي فيها أقل من سبعة مليون موظف على الحكومة أن تراعي القطاع الخاص وهي بتزود الرواتب زي ما هتزود الحكومة تزود القطاع الخاص. وقت ما يتم تطبيقه على الحكومة يتم تطبيقه على القطاع الخاص مراعاة لكل المواطنين ومراعاة للظروف المعيشية والإعباء اللي ارتفعت على الكل. عارفين إن فيه أزمة عالمية عارفين فيه حرب روسية أوكرانية عارفين ان المنطقة حوالينا بتشهد التهابات في كل المناطق غالبا كل المنطقة اللي حواليها فيها توطرات جيوسياسية وعسكرية وعارفين الفترة دي مهمة جدا والمواطنين أدركوا ان الفترة دي حاسمة في تاريخ هذا الوطن وشوفنا المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت بعدات كبيرة جدا فقط كل الاستحقاقات الدستورية اللي قبل كده المواطن شارك بإيجابية وانتظر ان الإيجابية دي تعود عليه بالنفع عن طريق يكون فيه ترشيد في الأسعار ما تكونش الأسعار مرتفعة بهذه الصورة المبلغ فيها مش معقول نبدأ السنة بكل هذه الارتفاعات